التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش هذا موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم كشف موقع أكسيوس أن المنصق الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بريت مكورك سيتوجه إلى القاهرة في إطار جهود واشنطن لبحث اتفاقية تبادل المحتجزين وأشار الموقع إلى أنه من المنتظر أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الشرق الأوسط اليوم وأضف أن جولة بلينكين في الشرق الأوسط ستشمل أيضا قطر ومصر وإسرائيل ولكنها غير مؤكدة بشكل نهائي استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب أخرون في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وأفدت مصادر طبية ومحلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منازل تيمو خيمي المغازي والبريج الواقعين وسط القطاع وأضافت المصادر أن الغارات استهدفت أيضا بلدة القرارة الوقاعة الشمال الشرقي خنيونس جنوب القطاع ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية غرب مدينة رفح الفلسطينية الوقاعة جنوب القطاع قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هجم الليلة الماضية ما قال إنها مبان عسكرية ونقطة مراقبة تابعة لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان وأضاف مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي على تطبيق تيليجرام ضربات على ما قال إنها منشآت عسكرية لحزب الله في مناطق كفركلة ومروحين وميسي الجبل يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا حول الغرة الإسرائيلية التي سهدفت مدرسة التابعين في قطاع غزة مطلع الأسبوع ورحى ضحيتها أكثر من مئة شهيد وعشرات المصابين تأتي هذه الجلسة بطلب من الجزائر وذلك بالتشاور مع فلسطين حسب ما ذكرت وكلة الأنباء الجزائرية أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني كيري ستارمر أنه حث إيران على الامتناء عن مهاجمة إسرائيل وقد أعرب ستارمر فتصل الهتفين أجراه مع الرئيس الإيراني مسعود بيسجيكيان عن قلقه العميق زاء الوضع في المنطقة ودعا جميع الأطراف إلى احتواء التصعيد وتجنب توسيع المواجهة الإقليمية أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء عزم إيران تسليم مئات الصواريخ الباليستية إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية ضد أوكرانيا وأكدت الولايات المتحدة أن مثل هذه الخطوة ستمثل تصعيدا كبيرا يستوجب الرد السريع والقوي كانت وكالة أنباء رويترز قد نقلت عن مصدرين في أجهزة مخابرات أوروبية قولهما إن عشرات العسكريين الروس يتدربون حاليا في إيران على استخدام نظام الصواريخ الباليستية قريبة المدى والمعروف بفتح 360 وأضافا أنهما يتوقعان تسليما وشيكا لمئات الأسلحة الموجهة عبر الأكبر الإصطناعية إلى روسيا من أجل استخدامها في الحرب ضد أوكرانيا وهذا ختم الموجز عودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر